في ضوء الأمر الملكي القاضي بمنح الجنسية السعودية للكفاءات في مجالات عدة ومنها الرياضة حصلت بطلة المواي تاي تسنيم القصاب البالغة من العمر 15 عاما على الجنسية السعودية شعور مرة جميل طبعا انبسطت فيه بشكل مطبيعي شرف لي كبير اني امثل بلدي اللي ولدت فيها ونشأت فيها طبعا انا سابقا مثلت مملكة العربية السعودية والان بيكون تمثلي لها غير بكوني صرت سعودية اشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بل عبدالعزيز واشكر ولي العهد بدأنا التدريب في عمر 6 سنوات والحمد لله رب العالمين اثمر الجهد من خلال الرئيس 20-30 الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة انه تسنيم حصلت على الجنسية السعودية فخر وعز تسنيم بدأت مسيرتها منذ 9 سنوات ومثلت المملكة خارجيا شاركت في بطولة العالم الافتراضية لشود بوكسينغ عام 2021 حصلت على مركز الثالث وشاركت في بطولة العالم المقامة في ماليزيا عام 2022 حصلت على المركز الثاني وشاركت في بطولة العالم للاندية المقامة في الاردن عام 2023 حصلت على ذهبيتين في اسلوبين مختلفين وبإذن الله إلى الآن مستمرين ونسعى نحقق المراكز العالية بإذن الله تهدف رؤية 20-30 إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين وتمهيد الطريق لبناء مستقبل الرياضة كونها قوة ناعمة ورافد للتنمية دانا القحطاني الإخبارية الرياض